مشروعية الإدارة في منهج الإسلام مشروعية الإدارة في منهج الإسلام مشروعية الإدارة في منهج الإسلام أول نقطة في هذا الموضوع هدف الإدارة في منهج الإسلام الإدارة في منهج الإسلام ليست وظيفة من الوظائف ولا ولاية من الولايات بل هي أسلوب للحياة ومنهج للتطبيق هدفها في النهاية تحقيق دور الخلافة وإرضاء الله سبحانه وتعالى وتنفيذ لأوامره واكتناب نواهي وجوب الإدارة في منهج الإسلام الإسلام يوجب القيادة في كل جماعة ذات هدف مشترك أيًا كان حجمها وذلك حفاظاً عليها من التفرق يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم الإدارة السوية في منهج الإسلام القيادة والإمارة التي طالب الإسلام بتنصيبها هي قيادة سوية منتزمة فلا تكون متصلة تفضل وفق الاتجاه المتطرف في الفكر الإداري العلمي ولا هي قيادة متراقية غير مبالغ وفق الاتجاه المتطرف في الفكر الإداري الإنساني بل نجدها وسطاً بين هذا وذاك لأنها تنبع وتزاول أعمالها في الأمة الوسط التي قال الله تعالى عنها وكذلك جعلناكم أمة وسط ومنهج الاتجاه السوي في القيادة الإسلامية من قوله تعالى في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلاً غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إجراءات اختيار القادة في منهج الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجري الاختيار لمن يريد أن يليه إحدى الوظائف العامة ليتأكد من صلاحيته لها ومن ذلك أنه عندما أراد أن يبعث الصحابي لجليل معاد بن جبل واليا وقاضيا على اليمن سأله بما تقضي فأجاب بكتاب الله فسأله فإن لم تجد فأجاب بسنة رسول الله فسأله فإن لم تجد فأجاب أجتهد رأيي ولا آله فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم صدر أم عاد وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله وقصار الخلفاء الراجدون على هدى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في اختيار الولاة والعمال فكانوا لا يولون إلا الأقوياء الأمناه ممن يرونه أصلحا للقيام بالعمل طلب العمل الإداري في منهج الإسلام إن مبادع الإسلام توصي بعدم التهافة على طلب الإمارة وعندما جاء أحد الصحابة يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه إمارة قال له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي أمرنا هذا من يطلبه